اشتركوا في القناة اللي عاش على رأسه بقى هو ده اللي استغربه اللي لسه مجاش نصيب بكرة يبقى معه حبيب واللي سبك عادي سيب والفراب استعجب اشتركوا في القناة يوم هتضحك لك ويوم تمشي عكس معك وعادي ما الحالاتي يوم ويوم خدتي قلبك من الهوم اكسب الدنيا دي يعني طول ما وشوشكو سنج ناس ببزل الناس لسنج اللي عاش على رأسه بقى هو ده اللي استغربه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث السنوي اهلا بكم في يونت فايف يونت فايف هي اليونت القابل الاخيرة في منهج الترم الاول عنوان اليونت زي ما احنا شايفين the future of work يعني مستقبل العمل part one الجزء الاول lessons one or two نشوف الword الكلمة وعندي معنى الكلمة والدفنشن يعني تعريف الكلمة نبدأ اول حاجة عندي كلمة virtual virtual يعني افتراضي يعني افتراضي افتراضي دي بيقول لي made يعني مصنوع او done يعني حاجة معمولة او seen حاجة بنشوفها on the internet على الانترنت or on a computer او على الكمبيوتر رازرزان رازرزان هنا معناها بدلا من in real world في العالم الحقيقي يعني انت مثلا لما تشوف مثلا فيلم تشوف فيديو تشوف اي شيء على الانترنت تمام او تعمل حاجة او مثلا على الانترنت او مثلا بتكون يعني في عالم افتراضي مش موجودة في الواقع يعني مثلا ان فيسبوك يعتبر طريق التواصل بس دا يعتبر عالم افتراضي يعني انت بتكلم واحد او تشوفه بس عبر وسائل تواصل اجتماعي او عبر تقنيات معينة مش فيستو فيشت مش وجها لوجه دي بقول عليها virtual يعني افتراضي عندي mute mute يعني صامت او يجعله صامت يبقى كده صامت تعتبر كده صفة او يجعله صامت كده انا بتكلم عنها كفعل معناها انك تجعل الصوت صوت شيء يعني تجعل الصوت اهدأ او تجعل يختفيه تماما يعني لما اقولك يعني وط الصوت او خليه صامت تماما عندي معناها يثبت او يحمل طب يعني يثبت او يحمل بيقولك انك تضع يعني جهاز انك تضع جهاز في مكانه ما توصله يعني معنا مثلا انت مثلا احنا جبنا غسالة جديدة او مثلا تلاجة او تكيف في الكارتونة بتاعته فاحنا جبنا الفني او اتصلنا بالشركة عشان توصله وتخلي جاهز للاستخدام يبقى كده احنا بنعمله يعني ممكن احنا كده كلمة نستخدمها بطريقتين لاما بثبت جهاز يعني عشان اخلي جاهز للاستخدام او تيجي بمعنى مسلا ان انا مسلا احمل برنامج مسلا من على الانترنت على الموبايل بتاعي وستابه واعمله يعني ان انا اعمله عملية تسبيت او تركيب على الجهاز عندي بعد كده مايكروفون مايكروفون اللي هو المايكروفون دي معناها جهاز تتحدث فيه طب ليه باشا يعني لكي تسجل او تخليه اعلى لما تتحدث او انك انت بتأدي يعني بتقوم بتأدي بتغني مسلا او بتمثل يعني على الملأ او على الجمهور sound يعني صوت طبعا ده اكيد صوت شيء لانه عندي كلمة تانية اسمها voice اللي هي صوت انسان بالنسبة ل sound بيقول لي the sound produced يعني sound الصوت الذي يصدر بالتلفزيون او راديو برنامج ازاعي او افل عندي possibility كلمة possibility دي معناها امكانية او احتمالية لو في اي احتمالية that something انه شيء ما is true انه شيء يكون حقيقي لو في احتمالية الشيء يكون حقيقي or that something will happen او شيء سيحدث it might be true قد يكون حقيقي or it might happen او قد يحدث يعني في امكانية على حدوثه عندي بعد كده interpersonal interpersonal يعني شخصي relating يعني شيء يتعلق او متعلق two relationships متعلق ب relationships يعني علاقات يعني له علاقة بالعلاقات between people بين الناس طيب نشوف بعد كده important expressions يعني التعبيرات المهم عندي اول تعبير عندي install software install معناها تثبيت او يثبت software نظام التشغيل join virtual meeting ينضم الى اجتماع افتراضي virtual دي معناها افتراضي meeting اجتماع يعني بنشوف مثلا كده لما مثلا الوزير يحب يلتقي مثلا بناس او مثلا الرئيس يحب يلتقي بالوزراء او مثلا المحافظ يلتقي بمجموعة مهمة من الناس المسؤولين بس مش ينفع يتجمعوا في مكان واحد بسبب بعد المكان او بسبب اجراءات احتراضية او كده فيعملوا اجتماع افتراضي من خلال مثلا الفيديو كومفرنس او كده يعني يترك اجتماعا افتراضيا يعني واحد يقفل الكاميرا او يعني مثلا ينسحب من الاجتماع الافتراضي turn ige yani يشغل المايكروفون انا عندي turn on ده معناها يشغل مايكروفون اللي هي المايكروفونات switch cameras on and off طبعا switch معناها يشغل او يطفئ حسب on و off حتى انا عندي مثلا في زرارة الغسالة في تليفزيون في التليفون في اي جهاز في on و off فswitch cameras on يعني يشغل الكاميرا وب switch cameras off يعني يفصل الكاميرا. عندي touch microphone يعني يلمس المايكروفون يعني ينظر في الاحتمالات يعني شوف الاحتمالات يتفحصها يعني يتماعن فيها معناها يبحث فيه نخلي بالنا انه اذر جي بعدها اسم جامع اذر ويز طرق اخرى اف كزا عندي بعد كده يعني يرفع الصوت حتى اعلى لاعلى turn up يعني يرفع الصوت turn the sound down انا عندي turn down down لاسفل يعني يخفض الصوت يعني يوط الصوت catch up with your work يعني تسير عملك تسير عملك تتماشى مع مستجداته وما يحدث به من تطورات عندي share your screen يعني تشارك الشاشة زي ما احنا بنكون مثلا شغلين في الحصة بتاعتنا في المدرسة ومشغلين البروجيكتور والتابلت فاللي بيظهر لك على قدامك على الصبورة ده ده شاشة التابلت اللي بتبقى بشكل عملاق ده ومن خلال البروجيكتور بيتعملها عملية مشاركة يبقى share your screen يعني الشاشة بتاعتك قدام الناس شايفاها يعني يكتم صوت المايكروفون يعني يتحقق من وسط الانترنت فانت عند check يعني يتأكد من او يفحص internet connection عندي close the meeting يعني يغلق الاجتماع stay in touch with يبقى على اتصال طبعا stay in touch ممكن اقول keep in touch يعني يظل على اتصال طبعا عكس stay in touch ممكن اقول lose touch يعني يفقد الاتصال او ينقطع الاتصال عندي كلمات reading كلمات القراءة and critical thinking والتفكير النقدي عندي document يعني وثيقة وثيقة او ممكن اقول عليها مستند مستند يعني مستند رسمي او اوراق رسمية عندي by accident يعني هنا مش معناها بالحدثة بالصدفة يعني لما اقول while i was walking in the street بينما انا ماشي في الشارع ايمت انا قابلت my friend صديقي by accident يعني بالصدفة technical problems يعني مشكلة فنية يعني في عطل في جهاز فانا بقول انه فيه technical problems technical يعني فني instant messaging يعني رسائل فورية instant يعني فوري او عاجل responding يعني استجابة استجابة responding colleges يعني زملاء العمل definitely بالتأكيد spaces يعني اماكن مفتوحة coffee shops يعني مقاهي فورم يعني منتدى منتدى زي جروب كده كبير على الفيس بيتناقش في موضوع معين عند ريس يعني سباق tools يعني ادوات human beings يعني البشر apply معناها يتقدم او يطبق طبعا يتقدم بطلب يتقدم بطلب لوظيفة مثلا يعني لما اقول you should apply for this job وتجي apply بمعنى يطبق يعني لما اقول مثلا scientists العلماء can apply يمكن ان يطبقوا new ways طرق جديدة لكذا working hours ساعات العمل طبعا working هنا تعتبر صفة working hours ساعات العمل interview مقابلة شخصية طبعا المقابلة الشخصية دي في تلفزيون في راديو مقابلة مثلا بين صاحب عمل وبين متقدم لطلب وظيفة interview interviewer اللي هو المحاور اللي هو اللي بيجري الحوار interviewer متحاور معه عندي environment يعني البيئة نخلي بالنا انه environment هنا اه البيئة اه الصفة منها بقول بضيف لها ال تبقى دي صفة environmental يعني بيئي تغييرات حالية يعني حديث او حالي يعني اتجاه او توجه يعني زي موجة جديدة موضة جديدة تقليعة جديدة اتجاه جديد توجه جديد هيدفونز يعني سماعات اوزون ليتست يعني اخر اخر يعني احدث تمام عندي اونلاين متصل بالانترنت طبعا اكيد عارفين انه عكس كلمة اونلاين اوف دابل اف اوف لاين يعني غير متصل اهي تحتيها على طول اوف لاين دستروي يعني يدمر الكلمة دي ممكن تساوي كلمة damage برضو معناها يدمر وفي كلمة تانية اسميها Ryan Ryan معناها يطلف او يحطم او يدمر عندي بعد كده destruction ده الاسم منها الدمار destructive ده مدمر destructive دي اصفة تمام مدمر جاء منها destruction فوق يعني الدمار عندي هنا applicant يعني متقدم لوزيفة application تقديم لوزيفة وكلمة application برضو معناها تطبيق تطبيق يعني تطبيق الكتروني طب لو جات بمعنى تطبيق يبقى بتساوي اب اختصارها اب يعني كلمة application لو تيجي بمعنى تطبيق على الكمبيوتر او على التليفون عندك فانا ممكن اقول عليها application او اب لكن لو كلمة تطبيق اه كلمة application جاب معنى طلب تقدم لوزيفة يبقى مش اختصرها باب عندي applicable يعني قابل للتطبيق عندي applied تطبيقي يعني يمكن تطبيقه high level يعني مستوى عالي نكمل الصف الاخير عندي virgin يعني اصدار او نسخة من الwindows مثلا او من برنامج stressful situation stressful situation يعني موقف عصيب او ضاغط قبير يعني يظهر او يبدو decline يعني انخفاض او يخفض logical يعني منطقي جاي من كلمة logic logic ده اللي هو المنطق الاسم نفسه احنا دلوقتي قرينا الصف الاول والاخير هنروح نقرأ الصف اللي في النص تمام يعني احنا دلوقتي نقرأ الصف اللي في النص عندي employ يوظف ده يعتبر كده فعل employ employment ده الاسم بقى منها التوظيف البطالة عندي صاحب العمل اللي بيوظف الناس موظف اللي بياخد اجره عاطل عن العمل يعني صالح للعمل يعني عنده مؤهلات كويسة غير صالح للعمل عند قابس الكهرباء اللي بحط في الفيشة معناها تأخير connect يعني يوصل connected to يعني متصل بين connection اتصال risk يعني يخاطر او مخاطرة download يحمل من الانترنت position يعني وظيفة او معناها وضع او معناها مكانة suited to يعني مناسب لي suited to faithfully بامانة maybe ربما ننزل تحت عندي بالنسبة للgrammar and communication skills make predictions يعني يتنبأ يعمل تنبؤات make predictions دي على بعضيها بتسوي فعل predict predict يعني يتنبأ predict عندي consist of يتكون من يعني لما اقول مثلا زتيم الفريق consist of يتكون من 11 players اللي بييجي بعد consist of يمثل او يشكل كل ما قبلها propositions يعني حروف جر meaning يعني معنا according to يعني وفقا لي او طبقا لي عندي بعد كده used together يعني تستخدم معا نون يعني اسم separated يعني مفصول او منفصل stay the same يعني تبقى كما هي verb pattern يعني نمط الفعل يعني شكله انواعه efficiently بكفاءة طبعا لو جيبنا منها efficient efficient دي الصفة وتيجي بمعنى كف efficiently بكفاءة اكيد ده الظرف عندي followed by متبوع بين form يعني تشكل او تكون وتيجي بمعنى شكل عندي in my opinion يعني في رأيي think او believe يعني اعتقد نيجي الحروف جر easy for يعني سهل لي زائد مثلا اسم يعني لما اقول مثلا easy for people easy for us excited by مثار بي think of يفكر في deal with يتعامل معه apply for يتقدم لي at the same time في نفس الوقت on their own بمفردهم on their own الكلمة دي بتساوي التعبير ده بيساوي alone الوحديهم يعني replaced by يعني يستبدل بي at least يعني على الاقل at least عندي بعد كده important collocations يعني زي متلازمات لفظية وexpressions يعني مثلا تعريفات expressions تعبيرات بعض التعبيرات عندي stopped responding يعني توقف عن الاستجابة يعني لما اكون شغال على برنامج او جهاز معين او مشغل فيديو معين وما يشتغلش يفصل مني يقول not responding miss school work يعني يفوتوا عمل مدرسي يعني مثلا ما يعملش الواجب مثلا have a virtual meeting لديه اجتماع افتراضي have مع meeting become even more important even هنا زي مبالغة كده تصبح اكثر اهمية have the choice لديه الاختيار have the choice وchoice اصلا تاخد فعل make you should make a choice يعني تختار تعمل اختيار on my way home في طريقي الى المنزل on a call في مكالمة slow internet connection يعني اتصال الانترنت بطيط يعني يسبب تغيير فيه يعني يسبب الكثير من المشاكل طبعا اي تي عارفين اختصار information technology فا اي تي support worker عامل دعم تكنولوجيا المعلومات يعني مكالمة جماعية عبر الفيديو زي اجتماع كده موسع عبر الفيديو او الانترنت مثلا بيشغل فيديو كده والناس بتظهر في الكاميرات بتتكلم مع بعضيها مباشر يعني مكتب الرعاية الاجتماعية بيرعى الناس مثلا عايزين احتياجات خدمات كده يعني المعنى يتغير اختلاف في المعنى لمدة الخمس دقائق الاولى ناحية تانية ابطال لازم نصبر صبر جميل هذا الصبر سيثمر في زمن من الازمان تماسك يعني يعرض الوثيقة شو يعرض شير دوكومنت اونلاين يشارك الوثائق على الانترنت شيريو شارك دو ابروجكت المشروع بياخد فعل دو دو ابروجكت نون اتقول لا احد على الاطلاق نون يعني كده كني بقول نو ون لا احد عندي بعد كده كنتوا لا ازالوا متصلا اون يعني متصل يعني يحمل او ربت يعني يحمل احدث اصدار يعني احدث اصدار دي يعني معناها نسخة من البرنامج مثلا يعني يخسر السباق يعني يسيطر على يعني يسيطر على يعني يدمر الوظائف يعني يعرض علي المنصب يعرضو مهارات التعامل مع الاخرين عندي مناسب للدور ضابط لعاية الطلاب يعني افعال مصحوبة بحرف جر اي فعل بعدي حرف جر بقول علي يعني لما اقول I have a memory of visiting Cairo مثلا يعني في رأيي يعني من الناحية اللي بشوف بها الموضوع يعني الطريقة اللي برا بها الموضوع يعني زي مثلا يعني في رأيي او من وجهة نظري هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم اشتركوا في القناة سوف نغلق لها رفع كل الهذم بالمسير للعنى ومناجئ القنم عندي السنونيمز اللي هي المترادفات والأنتنمز اللي هي المتضدات word meaning السنونيمز اللي هو المترادفات يعني معانيها وعندي أنتنمز اللي هو المتضدات اللي هو عكس الكلمة عندي أول حاجة virtual افتراضي الكلمة دي معناها so called so called يعني مزعوم مزعوم يعني مش حقيقي افتراضي أو assumed assumed معناها مفترض يعني شيء أنا بفترضه مش حقيقي أو supposed برضو معناها مفترض عندي mute يعني صامت يعني معناها speechless يعني ما فيهوش صوت أو voiceless برضو ما فيهوش صوت أو wireless مش بينطلق بكلمة نشوفوا العكس بتاعي الأول virtual يبقى virtual مولناش العكس عكس virtual افتراضي actual actual دي معناها واقعي أو حقيقي أو real برضو معناها حقيقي أو تيجي بمعنى true يعني صحيح أو حقيقي طيب عكس كلمة mute اللي هي صامت tocative tocative يعني ثرثار يعني بيتكلم كتير أو communicative تواصلي يعني بيطلع كلام وكده وفيه تواصل وفيه كلام install يعني يثبت أو يشغل بتساوي lodge أو settle يعني يثبت أو sit يثبت أو operate دي معناها يشغل عكسة discharge يعني يفصل يعني يخلي الشغل يخلص أو يبطله أو terminate terminate معناها ينهي المهمة بتاعته عند possibility يعني احتمالية بتساوي capability capability معناها برضو احتمالية أو قدرة أو بتساوي potentially potentiality potentiality برضو احتمالية أو probability probability احتمالية أو likelihood كله ده معناها احتمالية عكسة actuality actuality معناها واقعية أو مصداقية أو reality يعني حقيقة يعني من الحقيقة أو certainty certainty معناها تأكد عندي بعد كده personal personal يعني شخصي متعلق بالفرد الوحدي so private private يعني حاجة خاص أو unique unique يعني فريد من نوعه في زيه أو individual يعني فردي أو خاص عكسها general general يعني عام أو public يعني عام للناس كلها أو shared يعني مشارك أو مشترك بين الناس كلها عندي available يعني متاح معناها accessible accessible يعني سهل الوصول إليه يعني من سهل إننا وصله أو obtainable برضو متاح أو سهل الوصول إليه أو reachable reachable جاي من فعل reach اللي هي يصل يبقى سهل الوصول إليه عكسها limited limited معناها محدود أو محدد أو restricted restricted برضو معناها محدود أو unavailable unavailable يعني غير متاح عندي بعد كده consequences يعني نتائج بتسوي conclusions يعني نتائج أو results نتائج أو sequences يعني تتابعات أو نتائج عكسها reasons أو causes دي معناهم أسباب عندي contact يعني اتصال بتسوي connection اتصال أو communication عكسها disconnection يعني عدم الاتصال أو losing touch فقدان الاتصال عندي instant يعني فوري بتسوي immediate immediate يعني عاجل أو فوري أو fast تجيب معناه سريع أو emergent تجيب معناه طارق أو عاجل عكسهم former former يعني سابق يعني أعرف عنه قبل كده أو past أو finish عندي decline انخفاض بتسوي deterioration deterioration يعني انهيار أو step back برضو انهيار أو تدهور عندي بعد كده progress يعني تقدم هي هي development يعني تطور أو تقدم عندي position position يعني مكان أو وظيف زيها job وظيف أو post وظيف أو occupation كله ده باشا معناها وظيف ماشي عام عكسه باقي unemployment unemployment يعني بطالة يعني ما فيه شغل أو joblessness joblessness برضو معناها بطالة joblessness بطالة عندي بعد كده trend trend يعني اتجاه كلمة trend معناها اتجاه بتساوي new wave يعني زي موجة جديدة أو توجه أو novelty معناها حداثة أو توجه جديد عكسها شيء classic يعني تقليدي أو standard يعني شيء مقياسي أو معياري يعني ثابت risk يعني يخاطر زي adventure adventure معناها يغامر عندي hazard برضو خطر أو يخاطر confront confront يعني يواجه يواجه خطر عكسة guard يعني يحرس أو يحمي protect برضو يحمي save يعني يحمي أو ينقذ مثلا تمام يا عم دلوقتي يا بشوات هنروح لدرس الريدنج هتقول لي يا مستر طب ما تفكك ما حننقراء لا يا باش انا كده فضيت لك تمام وفرط لك رجلية يعني كده اني هشرح لك بالتفصيل لحد ما اخنجك وطلع روحك اني فضيلك اني فضيلت لك خلاص بص معا باش وجلمك فيدك وركز عشان ما تاخدش على جفات عندنا بيقول اتشات اتشات دي معناها دردشة دردشة بتكتب ازاي بعمه دردشة هي وقت زينة اتشات كونفرزيشن يعني محادسة دردشة يعني بتوين من طالب طالبها تسمى كلارا ان اي تي سبورت ويركر اتشات اي تي سبورت ويركر اللي هو العامل اللي بيدعم ال اي تي سبورت اللي هو بيدعم تكنولوجيا المعلومات في هير سكول مدرستها كلارا بتقول هاي زيك عم الحج عمليه خبارك ممكن تساعدنا ابو عمه ال اي تي سبورت قال لها يس شور ايوة بالتأكيد كلارا عالتلو شور بالتأكيد هقول لك على طول وانا ما اقول لك شي ليه انا هقول لك طب ما تقول يا ستي we wanted to have احنا عايزين a virtual meeting يعني اجتماع افتراضي with a group مع مجموعة of students من الطلاب in Egypt في مصر for a project عشان احنا عايزين نعمل بحس فاحنا عايزين نعمل زي اجتماع افتراضي مع الطلاب we installed يعني احنا ستبنا او احنا اه حملنا the software البرنامج البرنامج اللي هو اللي بيشغل اه الموضوع ده او الاجتماع الافتراضي اه for the meeting للاجتماع and that was fine وكان رائع everyone joined يعني يعني كل واحد انضم لزا meeting الاجتماع كل الناس انضمت we turned our microphones on turned مع on وهنا المفعول في النص شغلنا المايكروفونات and switched our cameras on وفتحنا الكاميرات we could hear يعني استطعنا ان نسمع and see ونرى everyone كل واحد without any problems من غير اي مشاكل for the first five minutes لأول خمس دقائق لأول خمس دقائق الـ اي تي سبورت قال لأ اوكي وبعدين يا اختي ايه اللي حصل بعد الاول خمس دقائق وماذا حدث بعد ذلك كلار قالت له بص then i shared انا شاركت my screen الشاشة and everything stupid working وعينك ما تشوف الا النور بازي وبعد كده كل حاجة بازي 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 خالي ميهي حشو في ملتو مجنم بازي خالي الآي تي سبورت اللا سو أذر ستودنت الطلاب التانيين كودن تهير أو سي يو يعني لسامعينك ولا شايفينك and you كودن تسي أو هير زم ولا انت شايفاهم ولا سامعاهم either either في آخر الجملة المنفية يعني أيضا هو ايه ده ايه اللي حصل ده كلارا قالت له that's right bravo عليك لانا سامعاهم ولا سامعيني ولا شايفاهم ولا شايفيني we were talking to them كنا بنتكلم معاهم but they stopped responding يعني توقفوا عن الاستجابة طيب هو ايه اللي حصل لهم ايه اللي خلهم يتوقفوا عن الاستجابة it was clear كان واضح that they couldn't hear us مش سامعين طب يا عم يردوا علينا we turned our soundness up يعني علينا الصوت but it seems that يبدو they still couldn't hear anything برضو مش سامعين we said or see us لهم couldn't hear مش سامعين anything we said احنا قلنا or see us ولا شايفين we can only see the document شايفين بس الوثائق شايفين الوثائق i wanted to show them now the it support قال لها did you mute يعني هل وطيتي your microphone او قفلت الصوت clara قالت له no i didn't touch my microphone لم المس المايكروفون it was still on كان لسه شغال the it support قال لها did you check your internet connection يعني هل انت فحصت او تأكدت من التوصيل بتاع الانترنت clara yes i did the internet connection is fine ده كويس خالص the it supporter that's strange ده غريب are you definitely هل انت بالتأكيد still ما زلت in the meeting في الاجتماع could it be that you left the meeting and you didn't realize it ممكن تكون انت غدرت الاجتماع بس مش عارفة clara قالت له i'll check يعني هشوف الموضوع ده oh you're right انت على حق i closed the meeting by accident يعني انا اغلقت الاجتماع by accident يعني بالصدفة يعني من غير مخد البالي sorry don't worry it happens بيحدث عادي maybe you can look into other ways ممكن تبحث في طرق اخرى وفي staying in touch لكي تظلي على اتصال with the students during your meetings اجناء اجتماعاتك if you are technica if زرار لو فيه technical problems مشكلات فنية like email زي email or instant messaging او التراسل العاجل او السريع clara قالت yeah yeah good idea thanks for your help i will go and email the students يعني سأبعث emailات للطلاب عندي بعد كده الدرس تاني في القراءة conversation يعني محدثة بين نيفين وبين هنا نيفين بتقول i have bought اشتريت some new headphones headphones اللي هي سماعات الازن and have plugged them in يعني انا وصلتم بالكهرباء بمصدر ضاقة but now الآن i can't mute my microphone مش قادرة يعني وطي صوت المايكروفون and everyone can hear me all the time وكل الناس سمعاني طول الوقت انا قالت i'm having problems انا عندي مشاكل طيب كلمة problems تاخد with a video conference call عندي مشكلة وعندي مشاكل في الاتصال ب الاسناء الفيديو conference i can't hear انا مش سمع anything ايوشي when people لما الناس are talking بيجي تكلموا to me i have just downloaded انا حملت and installed set up او يعني زي ما يكون كده عمل عملية تثبيت the latest version يعني احدث اصدار او احدث نسخة of the software من software يعني برنامج but ولكن nothing happening لا شي is happening يحدث i have tried turning off حوال turning off يعني يغلق او يطفئ ام زي computer and turning it on وشغله مرة تانية and other ideas وافكار اخرى ام يعني احنا عندين لما حد حاجة تبوز منه كل بيعمله انه هو بيطفي ويشغل عملية الريستار ماذا بيقول اي محتاج تشو سم ون يعني اعرض لشخص what's on my computer when we are on اقول لما نكون في مكالمة but i don't know انا لا اعرف how to share ازاي اشارك my screen الشاشة بتاعتي زياد الوزرز a long delay كلمة delay دي معناها تأخير يعني في تأخير long طويل when i am playing games لما ألعب games online and i can never keep up with مش قادر اواكب يعني زي اجاري او اثير يعني اتماشى مع my friends i always lose the races انا دايما بخسر السباقات in the games في الالعاب do i need to look into getting a better internet connection يعني هل انا لازم ابحث عن طريقة اتصال internet افضل مالك قالت when i join a meeting لما انضم الاجتماع i can turn on my camera مش بعرف اشغل الكاميرا so people الناس can hear me بيسمعوني but they can see me a letter for a job application يعني خطاب لطلب تقدم لوظيفة بيقول هنا dear sir او dear madame يعني طبعا sir او madame طبعا sir ده لو رجل madame لو سيدة فيبدو انه اللي باعت الخطاب ما يعرفش انه هو باعته الرجل ولا سيدة i'm writing this letter انا اكتب هذا الخطاب to apply لكي اتقدم for the position لوظيفة of student welfare officer يعني ضابط اللي هو رعاية الطلاب i believe اعتقد that i'm suited يعني انا مناسب to the rule للدور ده because i enjoy انا بستمتع by helping people مساعدة الناس feel more positive انهم يشعروا باجابية at school في المدرسة i have learned انا تعلمت to deal اتعامل with stressful situations مع stressful situations معناها مواقف ضاغطة او مواقف يعني عصيبة i like to use احب استخدم my weekends يعني نهايات الاسبوع الاجازات and evenings فترات المساء to help ان اساعد other students وطلاب الاخرين i always appear to be abdo ان انا calm هادئ which help is بساعد the person الشخص i'm speaking to اللي انا بتحدث معاه يعني انا لما بتكلم معاه بهدوء هو بيحس بهدوء بالضبط يعني انا كده طالما هادي هو هادي على طول انا اسف كين كولوا بامي اتكلم فضل ايدك مانا حاج مات ولا ايه مش عارف حاج استزينك ايدك معانا عشان ده عشان مصلحتك تحضل معانا وان تو ثري كولوا بامي القطة العامية قولوا بامي القطة العامية سرعة اميسي اللي انجليزي عسكر فوق وعسكر تحت اخصى عليك يا بتاعي كحت ايه رأيك ماشي عم ام very excited انا مثار او منفعل او متحمس باي زس رول لهذا الدور and i hope اتمنى you decide تقرر to offer and to قدم لي the position الوظيفة i hope اتمنى to hear اسمع from you soon yours faithfully طبعا ده يعتبر رد رسمي على يعني زي ما يكون توقيع رسمي في الاخر وبعدين قالت ماريم وقع في الاخر باسم ماريم 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 ماريام ماريام ده في حد هربان يا ابني في علامك اسمه ماريام ايه بيونه الرجل ده ماريام ماريام بس 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 يا عم الله يرضى علينا وعليه ساعة ونص ماريم الواحة كلها ما فيهاش غير ماريم ما فيش هادية او نادية او عايدة اه نشوف بقى جزء language notes language notes زي ما احنا عارفين يعني ملاحظات لغوية شويت حاجات كده من الاخر عندي في حاجة اسميها and so و and nicer انا عندي بيكون جملة بعد كده so او and so زائد فاعل مساعد زائد فاعل الكلام ده في الاثبات طب لو عندي جملة منفية استخدم nicer الوحديها او and nicer زائد فاعل مساعد زائد فاعل ده في حالة النفي ازاي لما يقول احمد is hard working يعني احمد يكون مجتهد الجملة ده مثبتة عشان في از and so استخدم and so طب بعد and so انا عندي هنا so او and so بجيب بعدها الفاعل مساعد هنا r طب ليش معنا هنا خدنا r عشان هنا كان في از يعني لو كان عندك هنا از تاخد r لا مش معنا كده انت عندك هنا از يبقى ده تابع فيرب تو بي في المضارع اللي هم تلاتة ام و از و ار وبختار واحد حسب الفعل اللي جاي تقول لي يا مستر ما فاهمش هقول لك ركز معايا و انت تفهم ركز معايا باشا هنا عشان تفهم الجملة دي لما اقول مثلا علي is nice علي يكون لطيف and نقط او مثلا هقول هنا and so نقط هنا اه مثلا his brothers his brothers يعني اخواته طيب اول حاجة انا عندي هنا and so طيب المستر قال انه بعد and so بيجي هنا فعل مساعد انا عايز بقى اعرف الفعل المساعد دي اجيبه ازاي بص يا باش انت عندك is is دي بتقول لك خلي بالك احنا تلاتة لاما am لاما is لاما are ازاي is تلاتة لا مش is تلاتة is جاي من العيلة دي يعني is دي اصلا مضارع جاي من فعل بي تروح تقول لك انا مضارع من verb to be احنا تلاتة في المضارع am is are شوف يا باشا الفعل اللي في الاخر عندك ده his brothers his brothers ده ايه his brothers جمع يبقى الجمع بياخد واحدة من التلاتة يبقى الاجابة هنا من and are and so are his brothers هتقول لي مش فهمها او طب خلاص شوف الجملة دي انا لما اقول مثلا هاقول آية has arrived آية وصلت and so وبعدين جاب لي نقط وبعدين هنا the girls يعني البنات المفروض انا عندي هنا and so مطلوب من هنا فعل مساعد طب انا بجيبه منين مش من نفسي هروح للاولانية دي اللي هي has طيب has دي اتنين مع بعض يعني اتنين مع بعض يعني لاما has لاما have هما اللي اتنين فعل have في المضارع كفعل مساعد تقول لي انا عندك has وعندك have شوف اللي في الاخر عندك ايه طب انا عندي girls the girls ده جمع يبقى طالما جمع هاخد مين have طب لو كان بدل مسلا the girls هنا قال لي مسلا hair sister يعني اختها اختها ده مفرد يبقى كنا هنستخدم ايه قبلها كنا هنستخدم برضو واحدة من دول يبقى مين يبقى has تمام لو رجعنا للجملة التاني انا عندي احمد is is ده من فيرب توبيه في المضارع يبقى لاما اام لاما is لاما اار استخدمنا اار هنا عشان his friends طيب لما توبقى الجملة منفية ملك doesn't you go to the club طيب ماشي عندي هنا two و prem دولبت معناهم ايضا هما الاثنين معناهم ايضا هما الاثنين معناهم ايضا بس يستخدموا فين يستخدموا آخر جمل طب �онов انهي جمل اللي يا باشا بص لو عندك جملة مسبة زائد جملة مسبتة ثاني يعني جملتين مسبتين ورا بعض بستخدم في آخرهم تو أو أيضا طب لو عندي جملة منفية وبعدها جملة منفية في الآخر باستخدم مين يعني لما أقول علي إذي الجملة الأولى مسبتة برضو جملة مسبتة أستخدم في الآخر جملة منفية جملة منفية برضو في الآخر باستخدم طيب أنا عندي لوز ومس وويس الماضي منها لست والتصريف السالس يخسر منافسة مباراة مثلا أو يفقد شيء مادي أو معنوي أحيانا إيجي بتلصت خسرت كده استخدم كخسر منافسة يبقى فقط كده شيء مادي عندي بيساوي بي لصت بيساوي جو ميسنج بيساوي لوز وصفة ملكية صفات ملكية زي إيه حسب الفاعل والله لو الفاعل آي هقول ماي لو الفاعل هي أو الهز لو الفاعل شي أنا هقول هير لو الفاعل وي أنا هقول أور طب لو الفاعل زي أنا هقول هنا زير وبعد يوم بييجي كلمة وي معناها هي ضل طريقه إزاي؟ يعني لما قوله الصن ابنه يعني تاه هي هي وز لصت يعني تاه هي هي وينت ميسنج هي هي لصت هز وي عشان هنا هي الصن ابنه فقط طريقه ميس يعني يفتقد شخص يعني يوحش شخص ميس تيجي بمعنى يفوته حدث زي محاضرة زي حصة يعني يغيب عنه أو يتغيب عن حدث يعني يعني فاتو عشرين مباراة عندي ميس زائد وسيلة مواصلات يعني لا يلحق وسيلة المواصلات يعني تفوته كان غير محظوظ طيب أنا عندي تعبارات مهمة مع كلمة أو مع فعل ميس زا مارك ده تعبير معناه يفشل في تحقيق هدف ميس زا بوينت معناها لا يفهم شيء ما يعني يفقد الرقم القياس يعني ما يقدرش يحطه من الرقم القياس يعني يخطئ الهدف عندي ميس زا بوت ده تعبير مجازي مش مركب اللي هو المركب اللي في المية لا يفشل في انتهاز فرصة يعني يغيب عن الحصة أو الفصل كده معناه يغيب يعني تضيع عليه الفرصة هي هي تضيع عليه الفرصة عندي بعد كده يعني ما ضيع عليه أو اهدار لي يبيجي بعدها ايه اسم يعني كونه كغير موظف is such a waste of your talent يعني تضيع لتالنتز تالنتز يعني مواهبك المهم انه a waste of بعدها اسم do you think هل تعتقد ان watching tv مشاهدة التلفزيون is a waste of time مضيعة للوقت go to waste معناها يصبح فضلات او لم يعد يستخدم don't let all this food go to waste ما تخليش الطعام ده يفسد waste معناها الفضلات اسم لا يعد يعني ما ينفعش حطي لها a غلط وما ينفعش حطي لها s غلط عشان لا تعد تمام طيب people in the world should recycle recycle معناها زي ما احنا عارفين يعيد تدوير يجب على الناس ان يعيدوا تدوير waste المخلفات او النفايات waste معناها يهدر او يضيع مال او وقت او جهد او طاقة leaving the heating on ترك جهاز التدفئة شغال all the time طول الوقت waste is يهدر electricity الكهرباء عندي هنا as different meanings and uses الاستخدامات المختلفة كله ده تبع as as صفة as ده تساوي اخدنا في درس الصفات مثلا ده في المقارنة يعني الطرفين بيصواب بعض علي as طول as احمد يعني في نفس طول احمد just as او just as او just as يعني لما اقول as بس او just as بتسويل بينما يعني دي بيجي بعديها زمن ماضي مستمر اللي هو ووزه ووير والفاعل مضاف له ايه اي نجين اه جرى الى الطريق just as اكار عربية وز كمين فانا عندي just as او ممكن اقول as بس بعديها ماضي مستمر as بتساوي because وممكن برضو بتساوي since كرابط سبب بمعنى لان he went ذهب to hospital as he was ill انه كان مريض طيب انا عندي صفة او ظرف زائد فاعل زائد فاعل دي معناها على الرغم من ازاي اللي بستخدم الصفة الاول او صفة اول الجملة او الظرف as he is دي معناها على بعضها التعبير ده رغم انه فقيرا he is هابه وسعيدا as he is طب امتى بستخدم الظرف لو انا هجيب فعل غير as يعني لما اقول مثلا بدل as he ما اقول اقول يجري يبقى انا استخدمت نصفة عشان ده از يكون عايز صفة بور as he is رغم انه فقير طيب as if بيساوي as zo كما لو he walks يمشي as if كما لو he where a king can as بيجي بعدها وظيفة او جملة كاملة يعني as a doctor او ممكن اقول write اكتب as I write كما اكتب دي تعتبر على بعضيها جملة as usual يعني كالمعتاد الريف اللي يتوصل متأخرا as usual كالمعتاد as وال as بالاضافة الى I انا as وال as علي خلي بالنا لما as وال as تربط بين فاعلين الفعل بيكون حسب الفعل الاولاني يعني هنا الفعل الاولاني مين ده اسمي فاعل رقم واحد عشان كده عارفين لو بدأ بعلي كنا اخدنا as بمجرد ان ده رابط زمني as بمجرد يعني يعني طالما طبعا عندي اسلوب شرط بتسوي ف طبعا عندي شرطية يعني ف زي ف بالظبط ممكن تاخد العربية بتاعتي يعني طالما انت حريص يبقى هنا as دية تعتبر شرطية as as عندي يعني مثلة ليعطاء امثلة طبعا خلاص دية الشرطية هنا بيقول محتاجين اعطعمها رئيسية مثلة عندي بالنسبة لي يعني هو رائع عندي بداية من الوقت زي شب المحل يعني بداية من عندي يعني يتقدم لوظيفة او جامعة او كلية او جنسية هل تعتقد يجب ان اتقدم لهذه الوظيفة سيتقدم بطلب لوظيفة او جامعة او كده يجب بعدها المصدر يتقدم انا قدم انا قدم الطلب للمدير بتنفع بتساوي من غير حرف بتساوي يحصل على مكان في بتساوي ده كله يتحفظ ده معنى كله يدرج اسمه فيه او يتقدم لي عندي يعني يدرج اسمه او تم ادرج اسمه يعني معنى كده ان ممكن تستخدم معلوم او مجهول بنفس المعنى عندي مزيد من الملاحظات عندي تمام ده معنى مغلق للاجهزة والنور يعني مغلق للباب او الشباك او المحل يعني شخصي او ذاتي يعني مع الاخرين يعني متواصل كده بين وبين الاخرين عندي يوصل شيء بشيء يتصل بي عندي يعني المخ اللي هو الجزء عضو في الانسان العقل هو طريقة التفكير مش معناها الذكاء هنا معناها الاذكياء تيجي بمعنى الاذكياء اللي هي العقول يعني العقول المفكرة عندي يعني نصب ذكري يعني ذكرة او ذكرة ذكرة يعني ذكرة سعيدة ذكرة حزينة والذكرة اللي هو في دماغك انت او ذكرة الكمبيوتر او الجهاز عندي ميمانتو يعني تذكار عندي بعد كده برضو ما ننساش النسوفينير هدية تذكارية عندي يعني نصب تذكاري نصب تذكاري زي مثلا مكان كده بابنوه ضريح ومكتوب عليه مثلا اسماء الشهداء في حرب او كده ده بالنسبة للميموريال نصب تذكاري عندي ميمانتو اللي هو التذكار معناها مصير او قدر كل واحد ليه نصيبه او قدره جهة السفر او المقصد المكان اللي انا رايح له سايت يعني البصر لكن سايت دي معناها موقع بناء او موقع اثرين سوت يعني يناسب او يلائم سويت دي معناها جناح في فندق زي سويت سويت ايه هو سويتة باشا هتقول لي مش عارف يعني ايه سويت تفضل يا باش تفضل وما احتاك حضرتك تشجعني اشجعك اهو يفند estoy شجعني بتاع否 في نازع يسستيه مثلث ايه يا فندي اما لا طاعمي ما يعيشك عاجعك ازاي ما اشيرت الشونت ايه يعني بطل رفع الشونت في الفندر وبه OneT00 امال ايه يا فندي인� هي poets هو بتنال دي اللي حجعيا تاولار خلاص عارفنا السويط ماشي عندي applicant متقدم لطلب وظيفة أو مرشح applicant to candidate applicant متقدم لطلب وظيفة candidate مرشح مرشح لوظيفة أو للانتخابات عندي nominee مرشح لجائزة أو منصب يعني هو كده هيخذ الجائزة أو يخذ المنصب ده رسميا exercises التدريبات on vocabulary and notes السؤال الأول بيقول it is a certainty that petrol إنه البنزين will go up in price يعني سيزداد كلمة go up يعني يزداد in price في السعر طبعا عندي a certainty دي عبارة عن اسم فانا عايز هنا صفة فانا أخذ virtual virtual certainty معناها يعني تأكيد افتراضي number two بيقول شنو عرفت the answer الإجابة but she decided قررت to remain أن تظل mute mute يعني صامت يعني قررت أنها تبقى صامتة ما تتكلمش remain طبعا معناها يظل بيجي بعديه صفة يعني محتاج هنا صفة they covered their ears يعني غطوا أذنيهم to ease the sound يعملوا إيه للصوت off the guns البنادق برضو نفس النظام mute وهنا استخدمت كفعل question number four بيقول the computer comes with the software يعني الكمبيوتر بيجي مع software البرامج already installed installed معناها مسبت أو مركب question number five بيقول the cable company offers تقدم lower prices أسعار أقل and free free معناها مجاني يبقى أن عايز أقول تركيب مجاني يبقى أن أخذ الإجابة installation installation معناها تركيب فالإجابة هنا تبقى D دي أقول عليها تركيب مجاني لأن free دي أصلا صفة فالصفة عايز أبعديها اسم السؤال الرقم ستة بيقول إيه من دولة is a device device يعني جهاز into which people الناس سبيك يتحدثوا or sing بيغنوا in order to record record معناها يسجل their voices أصواتهم or to make them sound louder أو يخلوا الصوت أعلى يبقى دي microphones اللي هي المايكروفون إجابة هنا تبقى B question number seven بيقول the film was good الفيلم كان كويس but the A was poor poor هنا معناها ردي إيه اللي كان ردي يبقى اللي كان ردي اللي هو sound اللي هو الصوت لكن voice ده صوت إنسان ما تنفعش the movie الفيلم as though it might be good يبقى عايز أقول يبدو كأنه كان كويس sound هنا مش معناها صوت معناها يبدو question number nine بيقول there is a strong A that it will not be chosen for the job there is a strong يبقى strong possibility يعني فيه احتمالية كبيرة إنه أنا لن أقبل للوظيفة أو لن تم اختياري يبقى possibility possibility معناها احتمالية أو إمكانية strong دي يصفة فأنا محتاج بعديها اسم question number ten بيقول something شيء ما which is A is relating يتعلق to or involving يتضمن relations علاقات between people يبقى interpersonal يعني ايه interpersonal شخصي يعني بين الناس question number eleven بيقول parking ركن السيارات is A for people للناس staying الذين يظلوا at the hotel في الفندق يبقى الإجابة هنا تبقى available يعني متاح للناس الإجابة هنا تبقى B question number twelve سؤال رقم اتناشر بيقول the decrease انخفاض in sales sales يعني مبيعات الانخفاض في المبيعات was A of some bad publicity about the company يبقى انخفاض مبيعات can consequence consequence هنا معناها نتيجة نتيجة ل some of publicity الدعاية about the company question number thirteen بيقول desire كلمة desire دي معناها رغبة رغبة للتطوير الرغبة في التطوير is very human الاخيرة معناها بشري او انساني human دي معناها kind يعني طيب مثلا او عطوف human سؤال 14 بيقول محتاج انك انت تركب او تثبت يبقى software اللي هي البرامج بيز من فضلك زا ساوند اب اعمل ايه للصوت اي كانت هير انا مش سامع يبقى تيرن الصوت اب معناها يعلي او يرفع الصوت question number 16 بيقول هي ايه الشركة معناها متدرب وقراجويت خريج متدرب يبقى هو عمل ايه الشركة يبقى انضم للشركة عايزة او عايزة ان جيند ما تنفعش عايزة بعديها يتقدم بطلب لي وممكن لو الشخص اللي هتقدم له او المصدر يبقى من غير حرف جر على طول معناها انضم question number 17 بيقول يعني الصوت معناها عالي او مرتفع هل يمكن من فضلك يبقى معناها هنا يخفض الصوت question number 18 بيقول رسالة ظهرت في الكمبيوتر شاشة الكمبيوتر الاجابة هنا هتبقى بي السؤال رقم 19 بيقول internet via معناها عبر او عن طريق يعني عروض واسعة مميزات يبقى internet connection يعني وصلة الانترنت او توصيل الانترنت فالاجابة هنا هتبقى رقم 19 هتبقى بي connection question number 20 بيقول زي الخرطوم بتاع المية كده اعمل ايه الخرطوم الحنفية وشغل المية تبقى الاجابة connect يعني وصل او اربط بين الخرطوم والحنفية دي معناها وصل او اربط 21 بيقول زي dispute dispute دي معناها نزاع النزاع ده is not directly to the negotiations negotiations دي معناها مفاوضات يبقى النزاع is directly connected to connected to معناها له علاقة بي او متصل بي يعني هنا دي معناها له علاقة بي كزا question number 22 بيقول زي set up set up معناها انشأ او او اسس a working party to look اي زي اشو اشو معناها قضية عشان عايزة اقول يبحث في القضية او يتمعن فيها تبقى look into question number 23 بيقول the internet allows me يسمح لي to stay in touch عايزة اقول يظل على اتصالي وبقى stay in touch stay in touch على بعضها معناها يظل على اتصال بكزا question number 24 بيقول i sent him ارسلت له original not photocopy ليست نسخة يبقى original document document يعني مستند مستند اصلي او تيجي بمعنى وثيقة وثيقة رسمية وليس صورة question number 25 بيقول how many workmen كم عدد الworkmen اللي هم العمال تمام do you اي at your factory في المصنع يبقى do you employ employ هنا معناها يوظف وكلمة employ دي بتساوي كلمة تاني اسمها hire question number 26 بيقول اي زهوت مثل المعدن الساخن يعني خطف ايده وصرخ من القلم يبقى عايز اقول عن طريق الصدفة يعني هو مش قاصد يحصل له كده يبقى اقول by accident by accident اللي هي بيم by accident دي كانت ممكن تساوي accidentally يعني لو ضيفنا ال why كانت هتساوي by accident accidentally بتساوي by accident question number 27 بيقول يجدوا يجدوا من الصعب يجدوا ايه الخرجين يجدوا من الصعب يعني توظيف كده الكلمة اللي احنا اخترناها معناها توظيف او عمل عايز اقول التراسل السريع يبقى معناها سريع او معناها عاجل كلمة دي اسم فانا محتاج قبلها يكون صفة question number 29 بيقول أنا سألته عن اسمه يبقى يعني لم يستجيب واول نقوله لم يستجب عشان مجزومة بعد لم ثلاثين بيقول مني ومن كثير من السيدات ارني بيكسابوا لس زان زر ميل اقل من الذكور نقط يبقى ميل كوليجز كوليجز دي معناها ايه كوليجز معناها زملاء العمل من الزكور او الرجال السؤال رقم واحدة ثلاثين يعني احدث او حدث او اخر حدث تغير يبقى يعني غير الاتجاه او تمام بتاع وكلمة يعني رأي عام question number 32 this cable الكابل ده should have a at one end and the socket at the other لازم يكون في ايه blood blood يعني زي ما كان للفيشة كده زي الفيشة كده والاجابة كده تبقى ايه blood اللي هو القابس اللي نحط فيه الكهرباء ده نوصله بالكهرباء المؤتمر يقدم يعني تبادل وجهات النظر والافكار يبقى ده فورم فورم كده معناها منتدى فورم يعني منتدى question number 34 السؤال رقم 34 I'll send you سوف ارسل لك my email address عنوان البريد الالكتروني once كلمة once يعني ايه once دي معناها بمجرد and I am ايه يبقى I am online يعني اكون متصل عبر الانترنت question number 35 بيقول this message هذه الرسالة can not be moved لا يمكن ان تنتقل او يعني تتحرك while communicator بينما المتصل is يبقى بينما المتصل هنا عشان منفعش الرسالة تنتقل لو كان بينما المتصل يعني يعني اللي هو عاوز بقى الرسالة غير متصل my brother will be the youngest runner يعني اصغر عداء يعني واحد بيجري في مسابقات الجري انزى اين يبقى انزى ريس ريس دي معناها سباق ريس يعني سباق question number 37 the frying company apologizes تعتذر for the and any inconvenience caused واي يعني inconvenience يعني هي سببتها يبقى for the delay delay اللي هو التأخير question number 38 زبلين الطيارة is overdue and has been by the bad wizard الطقس السيء دمار يبقى هي اه اللي حصل لها يبقى has been delayed overdue and delayed تأخرت الاجابة هنا تبقى ب delayed تأخرت الطيارة question number 39 is the railway lion خط السكة الحديد وال is المدينتين يبقى link link هنا معناها يربط او يصل بين question number 40 بيقول primitive كلمة primitive يعني بدائي طب بيقول هنا بدائي دي means معناها primitive man الانسان البدائي او الرجل البدائي made himself primitive from stones من الحجارة and bones والعظام يبقى عمل النفس tools tools هنا معناها اذوات question number 41 زا quake mud building quake اللي هو ارس quake يعني زلزال يعني عمل ايه للمد building زي المباني الطينية كلمة mud يعني طيني مبنى طيني في قرى كثيرة بعيدة يبقى الاجابة destroyed يعني دمر question number 42 بيقول زا عدو made بوم برادمنت كوزد unprecedented death يعني موت غير مسبوق unprecedented يعني غير مسبوق death and in in the country في الدولة يبقى سبب كمان destruction destruction يعني دمار في الدولة question number 43 human ايه نيد محتاجين food closing and shelter shelter يعني المأوى يبقى human beings human بيينج اللي هم مين البشر question number 44 the restaurant المطعم for a license to sell wine wine معناها اللي هي الخمور او النبيز يعني تمام يبقى هنا applied for a license يعني تقدم للحصول على رخصة the successful ايه for the job بالوظيفة والhave excellent interpersonal skills مهارات شخصية او مهارات تفاعل بين الاشخاص يبقى the successful applicant المتقدم الناجح للوظيفة applicant يعني متقدم ناجح للوظيفة لازم يكون عنده الكلام ده smoking التدخين يبقى رسك يعني خطر او خطورة developing heart disease يعني تطور مرض القلب question number 47 a future a future a future a of the camera is currently being developed يبقى يتم تطويره يبقى virgin virgin دي معناها نسخة او اصدار من الكاميرا each person كل شخص in this situation must always sustain hope يعني يعني يستنى الامل او يكون عنده امل يبقى stressful stressful دي معناها ضاغط موقف ضاغط stressed معناها مضغوط او متوتر stress يعني الضغط نفسه طبعا ايه ملاشي علاقة بالضغط question number 49 the area المنطقة is well a to road is well suit suit يعني مناسب مناسب بشكل جيد will suit to the road مناسبة للطريق السؤال ام طبعا هنا هنشوف دي تاني ام الاجابة تاني انا عندي هنا ما ارناش الجملة كويس هي المفروض will suited لان will عايزة بعدها التصريف السالس عشان ده ظرف تمام فانا مش عايز فعل عايز صفة الصفة هنا على شكل تصريف تالت مثلا will suited will suited يعني مناسبة جيدة question number 5 السؤال رقم 50 بيقول الممرضة العجوزة خدمت العائلة يعني ثلاثين سنة يبقى هنا معناها ايه بصدق او باخلاص او بامانة طبعا ده فعل فانا عايز محتاج بعدي هنا ايه محتاج بعدي ظرف يعني استهلاك استهلاك البترول يعني انخفض انخفض استهلاك البترول في السنوات الاخيرة السونينيم يعني مرادف انخفض او قلة يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى هنا معناها برضو قل انه عايز المرادف يبقى هنا بالسبب الطلب سقوط يعني في مطلب عليها وكده يبقى هنا تبقى الاجابة الصحيحة اه في رقم ديكلاين ديكلاين هنا معناها انهيار يبقى كده انهارت الشركة بسبب معناها يعني تناقص او قلة تناقص او قلة الطلب على الشيء اللي بتعمل الشركة يعني ماراثونات الجري تتطلب كلمة معناها تتطلب من اللياقة البدنية يبقى وكلمة هنا معناها مستوى نذهب الى المتحف يبقى عايز اقول مرة او مرتين اه في الشهر يبقى هنا اقول ربما مرة او مرتين مي ده يعتبر فعل ناقص ده فعل ناقص وبي هنا يعتبر فعل اساسي في الجملة طبعا مي بي ده ده يعتبر كده ظرف او يعتبر هنا ايه يدل على الاحتمال يبقى مي بي ربما غير قادرا ان يهزمه باي ايه ديسكاشن ديسكاشن يعني ايه ديسكاشن يعني مناقشة اه عايز اقول مناقشة منطقية يبقى الاجابة الصحيحة اه هتبقى ايه اه نرجع كده الرقم اربعة وخمسين ثاني انا هستخدم ماي بي اللي هو الظرف يعني الاجابة هنا ماي بي ربما اللي هي سي ماي بي وانس او طوائس ده ظرف هي ده الاجابة خمسة وخمسين تنبؤات تنبؤات بتاخد فعل الساعة بتاعتي يبقى الاجابة الصحيحة يعني طبقا لما في الساعة بتاعتي يعني طبقا لين يبقى اقول هنا اللي هو معناها نمط نمط طبيعي من التطور او شكل طبيعي للتطور يبقى معناها بمفرده طيب بيقول معناها عداء او عدوان يبقى الاجابة الصحيحة يعني بعض انواع الكلاب تربى عشان تأذي الناس او توضحوا كده معناها منقزين المنقزين مدربين يعني الطوارئ او حالات الطوارئ يبقى هنا طبعا هنا معندي شي مدخدش حرف جر هقول معناها هنا يتعامل معها يبقى يعني متحمسين او يعني زي مثارين او مسرورين المعرفة كانت اي الصداقة يبقى هنا المعرفة كانت اي لا يمكن للمعرفة ان هي تستبدل او تحل محل الصداقة يبقى بليس يستبدل يجب ان تزور طبيب الاسنان يبقى انا اقول هنا يعني على الاقل يعني بداية كنا متأخرين يبقى بداية الفيلم بيقول انا كنت مريض كلمة دية معناها مندوب ارسلت المندوب يبقى ارسلته للاجتماع الاجابة هنا تبقى دي سؤال رقم 67 هو لم ينهي الحوار او المحادثة ما زال يبقى يعني ما زال متصلا سؤال رقم 68 68 بيقول يعني مهتم الشرطة مهتمة يعني هما مهتمين بيعني زي سلامته او امانه او المحافظة عليه او الوصول اليه 69 بيقول يعني هما يديروا حياتهم الخاصة بيهم يعني بمساعدة worker يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى هنا support worker يعني زي مثلا عامل الدعم question number 70 بيقول between word and deed word يعني الكلام و deed يعني الفعل يبقى في اي great difference difference دي اختلاف دي اسم عشان هنا دي اي صفن question number 71 بيقول nothing improves لا شيء يحسن زي more than trying to forget لا شيء يحسن الميموري الزاكرة يعني اكثر من النسيان question number 72 i don't eat لا اكل ميت اللحمة and my husband وزوج he doesn't الجملة دي منفية ودي منفية يبقى هنا منفي وعايز حاجة في الاخر يبقى في الاخر بنستخدمه اي 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 طيب معناه ايضا i never learned to swim and the nougat did زي طيب هنا بيقول لي never never ده ده على كده منفي and never and the a did زي and i never learned i never learned to swim and يبقى نستخدم nicer عشان دية كده نفي type we know we knows not what is good we know نعرف what is good what is good until we have not what is good until we have missed ولا one ولا gen ولا lost ولا lost الاجابة هنا lost يعني مش هنعرف انه الشيء كويس غير لما يضيع مننا question number seventy five بيقول لي في الحياة is like a journey زي رحلة with an unknown ايه يبقى unknown destination يعني زي جهة مقصودة بس غير معروفة مدير يعني رئيس افتراضي مش حقيقي off the business سنونيم مرادة لكلمة virtual هنا يعني افتراضي اللي هي ايه طيب تأكد انه مركبة كويس ان انتونيم عكس كلمة انستولد هي يبقى عايز عكس انستولد يبقى يعني مفصولة او غير متصلة question number 78 بيقول the possibility امكانية of war الحرب is too horrifying مرعبة to contemplate سنونيم مرادة كلمة possibility possibility يعني احتمالية عايز مرادة بتاعها يبقى المرادة like لهد برضو احتمالية 79 بيقول she is blunt about your personal life سنونيم مرادة للأدجكتف personal شخصي personal بتساوي private يعني خاص 80 بيقول work expands يعني العمل expands يعني يتوسع العمل بيتوسع عشان يملأ الوقت available المتاح المتاح مرادة في كلمة available متاح يبقى عكسها limited يعني محدود او قاصر على حد معين question number 81 بيقول possibility 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 احتمالية يبقى عكسها actuality يعني واقعية question number 8 3 بيقول he was mute mute يعني صامت ساكت distant بعيد indifferent indifferent يعني غير مبالي يعني مكبر دماغه على الآخر and antonym عكس كلمة mute mute طبعا هنا هو عاوز العكس يبقى communicative communicative يعني تواصلي يعني بيتواصل مع الناس communicative question number 84 السؤال رقم 84 question number 84 nobody can tell لأحد يخبر what's the consequences consequences معناها نتائج maybe تكون synonym مرادف consequences نتائج is مرادف يعني معناها conclusions لأنه conclusions برضو نتائج أو عواقب أو خواتيم question number 85 have you kept in contact هل انت فضلت على اتصال with any of your friends مع اصدقائك from college مع اصدقائك اللي هما من الكلية ذا synonym يعني مرادف for ذا آم مرادف كلمة contact here is مرادف كلمة contact here is communication انه communication معناها تواصل هو عايز السنonym المرادف طب there is no instant cure cure يعني علاج وكلمة instant يعني عاجل لا يوجد علاج عاجل for this condition لهذه الحالة synonym يعني مرادف for the adjective للصفة instant عاجل here is عايز اللي هو السنonym المرادف يبقى الاجابة هنا fast سريع question number 87 her daughter بنت was mute يعني كانت صامتة او هادئة بعد after اسير يسئل بعد مرض خطير sononym for the adjective mute is يبقى مرادف مرادف كلمة mute صامت is speechless يعني بدون كلام I'm having a shower installed installed معناها يركب يعني الشور sononym مرادف كلمة installed يبقى هنا الاجابة تبقى fixed يعني زي يثبت مش يثبته question number 89 please من فضلك mute the children يعني سكت الاطفال I can't concentrate لا استطيع ان concentrate يعني اركز طب sononym for mute مرادف كلمة mute here is مرادف يبقى silence يعني معناها يسمت او يسكت الاطفال question number 90 نظل على اتصال بالتليفون يعني نادرا سي نارا بعضونا يعني مضاد مضاد الاتصال الاتصال مضاد عكسه يعني عدم الاتصال سي نارا السؤال يقول هل فكرت العواقب او النتائج الممكنة يعني مضاد كلمة المضاد هنا هتبقى causes يعني اسباب وكانت تنفع برضو كلمة reasons يعني اسباب question number 92 without a wheelchair wheelchair يعني كرسي متحرك بدون كرسي متحرك she is a virtual prisoner يعني هو سجين افتراضي in her own home في بيتها مضاد افتراضيا يعني مش مضاد حقيقي يعني an antonym عكس for the word virtual virtual دي احنا قلنا معناها افتراضي عايز اقول عكس كلمة افتراضي از افتراضي دي عايز العكس بتاعها ريال لانه ريال دي معناها حقيقي وبكده نكون خلصنا الحمد لله رب العالمين الحصة الاولى من وقريبا ان شاء الله هناخد الحصة التانية تمام زي ما انتم شايفين الساعة اتنين ونص صباحا ساعة دلوقتي اتنين ونص صباحا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع مع السلامة وان شاء الله باذن الله الحصة اللي جاء ان شاء الله هتبقى الحصة التانية وريب ان شاء الله بكرة مثلا الجمعة او السبت بالكتير هتبقى الحصة التانية موجودة على الجروب مع السلام اشتركوا في القناة